بسم الله الرحمن الرحيم از هيكم اذا كتر يا رب تكونوا بخير ده كورس بسيط من قناة انوي تيكيت ومدسن والنهاردة ان شاء الله سأكون معكم في لكتشور سري بارت دو ابدو من الإجزاميش زي ما اتفائنا المرة اللي فاتت واتفائنا حتى في المرة اللي قبلها ان اي اجزاميشن في الدنيا عبارة عن اربعة بارتس اي اجزاميشن وعبارة عن اربعة حاجات اللي ابدو نكلم انسبكشن بص وبعد نتعمل بالبيشن وعندك اعمل بركوشن والأسكالتيشن بلسر الماينس انت بتعمل اساسمينت لالفونكشن اللي هو ممكن على مستوى الهجائي اي او مستوى الابدومين اللي هو بيركتاليزاميشن واحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاناسبيكشن واتفائنا ان احنا الاناسبيكشن من السيمل بارتس من الانسيمن بارتس من الانسيمن بقى الكنتور موفمت وزرسبيريشن والسكين والكلام ده كله وبعدين النقطة التانية انت بتمشي مع الميد لاين من اول البيجاستريك بالسيشن والصبكوست الانجل لحد ما تصل للباك يعني خليك مقسمة في دماغك برود لاين عشان تفضل فكرة النهاردة ان شاء الله نتكلم على البلبيشن والبركاشن والاسكالتيشن حسب الوقت برده دائما نتفق كل مرة خلاص بقى انت دلوقتي وصلت للمرحلة ان انت هتحط ايدك على عيان بقى وتعمل له اجزامريشن بجد اللي هو انت حاط ايدك على عيانه وبتحس بطنه وتشوف لو فيه مشكلة وكده فانت عندك البلبيشن بنسمه الجزئين ولكن قبل ما نتكلم ازاي بتعمل البلبيشن وزاي ما اتفقنا في كل الاجزامريشن من اجي نعمله واهم من الاجزامريشن ان انت تعمل الاجزامريشن لالاجزامريشن انت تعمله فانت لو تبدأ بفور الاجزامريشن وفي النص عندك الاجزامريشن نفسه اللي هو البلبيشن وبعدين افتر بقى انت بتغطي العيان وتشكره والكلام ده كله انت ممكن في يقول لك اعمل ابدو من الاجزامريشن فانت هتبدأ من اول الاجزامريشن ممكن يقول لك اعمل البلبيشن حتى ممكن توصل لمرحلتنا ويقول لك اعمل بس او بس او يبقى احنا كده عارفنا اصلا التوبارتس اللي عندنا في البلبيشن يعمل 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 مجرد انت تماشي ايدك على بطن العيان كده بتحس بطن العيان وبتاخد وتدي معافي الكلام وخلاص ايدك خدت على العيان والموضوع ماشي اه انت بقى بتبدأ تضغط وتشوف وتحس لو حاجة جوا بطنه انت زي ما بقول لك انت ممكن يقول لك ابدأ من اول الاسبكشن فانت في حاجات انت بتعملها كما انت فان عليها في كل مرة انت بتتضبط وبتعمل وبتعمل وبتاخد وتقدم نفسك والكلام ده كله سواء كان بتاعك انت على يمين العيان او بتاع العيان نفسه يبقى نايم وعمل ممكن يقول لك ابدأ ماشي ورده هتعامل نفس البلبيشن ممكن يقول لك ابدأ بديب البلبيشن فانت هتعمل الاول وتعمل وعدين تعمل لان انت مفاعش تعمل من غير ما تعمل اي ان كانت الحالة فسواء الشخص او الدكتور اللي بيمتحنك قال لك اعمل مباشر هو بيختبرك بشوفك هتبدأ اصلا ب لان انت لو بدأت بديب البلبيشن انت مخدتش على العيان محسيتش فيه مكان بيوجعه ولا لا فمستحيل تعرف تعمل دي بلبيشن كويس من غير ما تبدأ بسبب فكده عندنا تو بارتس بتوعنا اللي هو بتقعد البلبيشن هنبدأ نتكلم على الاول واحد فيهم اللي هو السوبرفيشن البلبيشن والسببريشن يعني اللقاء همية اما اربع كلمات تفضل حافظهم بيت حياتك او الكلمة اتفاني عليها جين كونفتن سوزابيشن او انت بتاخد على العيان او العيان بياخد عليك خلاص تقدر ايه تكمل الاقزاميشن مع العيان اصلا ثاني نقطة انت بتمشي ايدك على بطن العيان وبصص على وشه وبتمشي ايدك معنا حرفيا بتمشي ايدك انت مش بتضغط عشان تشوف لو فيه مكان بيوجعه تندرنس تشوف لو شدد بطنه جامد تسميها ريجيدي وفيه كلمة بتخش في الديفرينشال معاها تسميها جاردنج هنعرف الفنة بينهم دلوقتي ثالث كلمة اللي يصور فيش الماسس لو فيه اي ماس طلع من فوق الجلد زي هنا مثلا لايبومة هيماتومة اي ان كان يعني ممكن تبقى لايبومة حاجة طلب مصابكتين استيشو او هيماتومة حد مخبوط او حاجة مثلا حد عنده اصلا مخبوط 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 الفرع بين ان انت عندك مثلا هنقول ده بيشنت ده بيشنت نايم انت عارف دي الابدومن مثلا في هنا هكسمها بروتينيام وبعدين برا هنا البروتينيام اللي هو البروتينيام بتاع الابدومن وبرا هنا هنالطلع اذا بسطلب تعيير العين عنده هانه pencil وانه مثلا هذاNotan انت الخير معلومة انت ح metre المطلع عندما تفضل هم الشيء الارجين وهو ضغط مشيقي فالمريض يمنع ان انه guilty ان تصل للضغطها الارجين فانت عندك المقطع بقلاρη في الجزء ده عندك مصل في هنا مصل زي بين الاسكن والبروتين في مصل فالحل البديه انه يعمل كونتركشن في المصل زي عشان يقدر عشان يحاول يرزيست او يحاول يمنعك ان انت ضغط على الورجن اللي بوجعه يبقى هو عمل كده ايه فولانتري اذا رفلكس لانه عنده تندر بوينت او عنده بينفل حصله بين اسنان الاجزامريشن الحاجه التاني بقى تخيل برضو نفس الكلام انت عندك التهاب في الورجن ده ولكن الاتهاب ده وصل للبروتينيام فالبروتينيام اثر على المصل والسكن فحصل فيه مسبازم حصل انفولانتري دون تدخل من العيان نتيجة انه تحته التهاب او تحته بريتونايتس الانفولانتري ده بقى ازاي نفرع عن الانفولانتري انت وانت بتعمل العيان تقول له اخد نفس هاخد نفس اتكلم معاه عشان ياخد عليك لو كانوا اعملوا نتيجة ان فيه بين فخلاص هيبدأ يفك هيبدأ يسيب بطنه هيبدأ المصل يصلىها ولكن لو كان انفولانتري فخلاص مش هي حاجه او ما اقدرش يتحكم فيه وهنا اضطر نستخدم حاجات تانية في الانفولانتري غير البلبيشن هنعرفها برضو احنا ماشيه المهم نقطه برضو زياده مش عارف مش مكتوب عندك غاردنج هو بحصل على مستوال ابنه من كلها على عكس الريجيديتي ممكن تحصل على مستوال بطن كلها ولكن يبدأ في المكان اللي فيه اصلا الالتهاب يعني انت عنده هنا مثلا مثلا ابن سايتس فيبدأ الريجيديتي عراية تليك فصي مثلا بعدين يبدأ ايه ينتشر على مستوال ابنه فكده عرفت الفين بين غاردنج وغاردنج وخلاص تندرنس هنعمل لايك زي بقى تندرنس ازاي يعرف لو فيما كان بوجع انت مجرد زي ما انتفقنا بتمشي ايديك على بطن العيان على الفايف بارتس ايه 9 بارتس اسف اللي احنا انتفقنا عليهم تبدأ مثلا يعني من الريجيديتي فصها تبدأ تمشي كده حد ما تغطي التسع انت ايديك على بطن العيان وعملت ماشيها من كوادرنت للتاني او من بارتل التاني وباصس على عين العيان عشان تشوف لو حصل اي تغير في الى بتاعه تعرف انه عند بين وفيه نقطة مهمة اوي 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 قبل ما تبدأ ان انت لازم تسأل العيان لو في عنده اي تندر بوينت يعني انت سألت العيان وقال لك عنده المكان بيوجعه فمن فاش تجي تبدأ من هنا انت بدأت من هنا حيث تبدأ من مكان بعيد يعني تبدأ بالعكس من هنا تبدأ مثلاً كده بالعكس بحيث تخلي الجزء اللي هو عنده فيه أصلاً تندرنس داي بآخر نقطة توصل ان انت تتعملها إجزاميناشن لان انت لو ودعت بها إجزاميناشن فده يعمله إجزاميناشن وترجع تحاول عايز تلغي إجزاميناشن ونخش في الدايرة المغلقة دي دا كده خلص أمره بسيط انت مجرد زا اولنا بتمشي ايدك على بطن العيان من قوادرنت للتاني بتعدي على كل البرتس بتاع الابدمن تشوف لو عنده تندرنس لو عنده اي سورفيشيا الماس وفي نفس الوقت تأخذ على عيان والعيان بيأخذ عليك الريجيتيتي والجاردنس انت بتفرق بينهم عن طريقين تتخلي العيان يأخذ نفس وتبدأ تتكلم معه عشان يفك الريجيتيتي حاجة بتحصل نتيجة ان انت تضغط على تندر بوينت عند العيان عشان كده ما باجه أعمل إجزاميناشن للتندرنس بسأل العيان لو عنده اي تندر بوينت وده السؤال مهم جدا ان انت بتعمل عشان تخلي تندر بوينت اخر جزء تعمله عشان توفايد انه يحصل له ايه جاردنينج وعينك في عين العيان انهم اهم انت بتسأله الاول لو في اي مكان عنده بيوجعه تاني بوينت ان انت بيبقى عينك في عين العيان في نوع طبعا مزودين عندكم في البور بوينت يعني برا عن التكنيك وبر عن الاجزاميناشن نفسه انه هو بيقسم التندرنس ايه عندك تقسمتين ايه بيقسم بقى الحسن مينس و بلاس من مينس لحد اربع بلاس من مينس هيبقى نو بين بلاس صفير هيقول لك ان في المكان بيوجعه بعدين هيبدأ يسحب نفسه وهيبدأ يبعد بعدين هيبنع اصلا ان انت تحط ايدك عليه ده الدجريس او بين حاجة مش مهمة ممكن تيجي لك على مستوى نيمس كيو او بتاع ولكن مش بتتسأل في متحن كلينيكل يعني دي حاجة عمرا شفتها بتتسأل وهي بتنزل بس في باوربوينت كده و خلاص وفي تقسمة تانية دجري وان و دجري و دجري سري يعني دجري وان قالك ال بين ممكن تو بي مانجد يعني البيشن تقدر استحمله يعني دجري اتنين مش هيقدر هيقول لك بتوجعني ويبدأ يتقلم دجري ثلاثة اما هيبعد اما هيبعد ايدك اصلا و هيرفض ان انت تحطتك عليه ده من الاخر تاني نقطة عندنا بقى نبدأ بال نبدأ بقى تضغط على العيان وتبدأ تحس وتشوف الكلام هيمش ازاي الديبلباشن انت بتشوف بي اورجنز واحنا في عندنا اورجنز مهمة جدا انت بتعملها ايجزامنش اللي هم اللي هم والسبيلين والكيدني والكيدني بي اورجن برضو اللي هو الجول بلادر نحتاج ان نعرف فيك في حاجة بسيطة وفي اوزر اورجنز مش موجودين عندك في الورقة ولكن هم ممكن يعملهم ايجزامنشن ولكن مش بالاهمية اللي انت تسأل عليهم يعني منهم منهم الاورطة منهم الكولون منهم لو اي ماس تاني بقى هنبدأ نعلق عليه اي ماس ديبرو ماس تبدأ تتعلق على الماس دي جامنين وتبدأ توصفها زي ما هنتفق ازاي بتوصف اي ماس بتلاقي الوقت في اتنين شبه بعض جدا ان هم الاثنين اصلا الاثنين موجودين يعتبر في الموضوع بينهم متشابه والطرق ما بينهم اصلا متشابه فالاثنين في عندنا حاجة اسمها طريقة العادية ان انت تستخدم فيها ايد واحدة وعندنا باي مانوال تبدأ معرفتش تحس بيد واحدة هتحس بيدك الاثنين خلاص بقى سواء في الليفر صغير انت مش قادر تحسه او سواء في السبلين بما انه اصلا حاجة نايمة على الربس من الطبيعة انت مش بتحسه هستخدم هحاول استخدم طريقة شد شوية هيا مش بتتعمله لكن انت بتعرفها عشان لو الدكتور قالك اقول لي اكتر من طريقة حاجة بنسميها طب لو العين ده عنده تنسى وانت مش قادر اصلا تضغط بطنه من الاخر عاملة زي البلونة حاجة منفوخة جدا مليانة في لود بنعمل حاجة اسمها هنعرف كل واحدة فيهم بتعمل ازاي الوقتي وايه همياته وفي واحدة يعني اعتبر زيادة في كل واحدة فيهم يعني انت عندك في الليفر في حاجة اسم اسكراتش ميسود دمش بالبيشن بتعمل عن طريق الاسكلتاشن بعدين وفي الاسبيلين نفس الكلام في حاجة اسمها بركاشن اختروب سيري هي مكتوبة هنا في البلبيشن لأهميتها بس لان هي حاجة مهمة الدكتور هيقولك ازاي اعرف الاسبيلين سوى كان فيه سبيلينوميجل او لا فانت لازم تعارفهم كان انيومريشن على الاقل ولكن اللي انت بتعمله هو الاردينر ميسود اللي انت بتعمله في الامتحان نادرا نادرا لما يخليك تعمل باي مانوال ميسود الباقي كله مش بيتعم الكيدني على طول انت بتخش على البيانوال الكيدني ارجن تعمله باي مانوال ده امر سابت والجول بلادر مع الليفر امره سهل يعني يبقى فيها النقطة صغيرة كده نحتاج ان احنا نقول عليها بس نقطة برضه اعملوا هنبدأ انت لقيت بقى الليفر كبير لقيت السبيلين كبير لقيت اي ماس موجودة في الابدومن ازاي ابدأ اعلى عليه انت الدكتور في دكاتر اطلبة ان انت تقولي كومنت كامل انت لقيت ايه فانت هتبدأ التعلق على كل واحد في يوم مهمين الكبير ده كان واعتقد هذه نقطة اصلا انت ممكن تفرق انت عرفها اصلا من اول انسبيكشن زي ما انت فعلها من خلال ان انت تخلي العين يهم براسه وهو مش ساند على ايده فهيحصل المصل لو كان برا هيزيد في الحجم لو كان جوها ايه اللي في الحجم يعني هذه نقطة مفصلية هنا برضو نفس الطريقة تفرق ايه هو بنفس الطريقة الحركة مع الاسبيريشن انت بتعمل الاسبيريشن ودلوقتي تفقية الاسبيريشن ايه حركة بتعملها بيدك تقوله اخد نفس اخد نفس اخد نفس اخد دي بالاسبيريشن يعني دي حاجة ثابتة بعدين بوينتس اللي تفعل عليه في ايه سويننج في الدنيا اللي هو السايت والسايز والشيب والسكين اوفر الحرف الاس بعدين الست بي ست اللي هو كونسستنسي اتفاقنا عينيه كونسستنسي والاج بتاع العيان انت قادر تحس الاجس بتاع والالدفايند والالدفايند ولا شرب ولا مش شرب التندرنس هل انت بتعمل العيان بيشتكن في وجع انت تبص على وش العيان حسيت ان تتغير والبالسيشن وهو تحت ايدك حاس ان الورجن ده في بالسيشن او لا اصلا لو في بالسيشن انت تغدر على صورة بتاع البالسيشن سواء كان حاجة بقى انت اي بالسيشن في الدنيا انت عندك حاجة هايلي هايلي فاسكولر زي تيومور مثلا في الليفر او نتيجة انه حاجة فيسل اصلا او فيه فيسل ورا الستركشرة فهم دول الثلاث حاجات ممكن يعملوا بالسيشن المهم يعني احنا كده اتفاقنا على سيفين بوينتس سواء كان انتر ابدوميال اكستر ابدوميال تحرك مع راسبيريشن او لا الصيز والصيز والشيب والسكين اوفر والكونسيستانسي والإدج والتندرنس والبالسيشن يعني انت دول تحفظهم او ثلاثة جروبس اذا انت شايف كده اتنين اول اتنين مع بعض بعدين الاس بعدين السيم سيت وبي هنبدأ هنتكلم بقى الاول باختصار كده الليفر الليفر زي ما انتفقنا اول طريقة في الاجزامنشن هي يعني انتفق هذا العيان ايضا الحاجات دي محتاجها فيديوهات فهنزلوكو فيديوز برضو تشوفوها مع مع الشرح احنا عندنا برضو ادى السترنم وهنا الكوست الانجل السبكوست الانجل ده اخر اثنين ريبس مثلا بعدين انت عندك الليفر ببقى هنا مثلا الطبيعي الطبيعي انت مش بتحسوا تبتطيقى ثم تعمل بلبيشان ازاي في الجنرال بلبيشان اتبت تنايم ايدك زي اللي موجود في الصورة ورائلك برضو في الصورة دلوقتي الصورة اللي عندك في الورق هو من ايده كده حيث ادى البوردر ده مثلا وتقول العين خد نفس وانت تبدأ ايه تضغط لازم تشوفها في الفيديو زي بيضغط وزي بيحرك ايده تضغط وتاخد فولدو من الاسكن معك لحد ما هتوصل هنا تخبط في الاتج ايما توصل الاتج بتاع الليفر وتحسو ايما توصل الكوست المرجن ما حسيتش حاجة بس انت كده بدأت فين في الرايت ايه ليك فصة تبدأ ايه تمشي بالاتجاه ده حسيته خلاص تبدأ تعمل كومنت وتحسو وتعلق على الاتج وتعلق على البوردر وتعلق على البوردر وتجيب ايد العين وتشوفه تحت الكوست المرجن ده نحن ايه، تشوف ان تعطي بصممم مهان تشوف تحدي يصمم بصمة ايه الذي تشوف نفتلك يعني تتحصد طريق بنحس توحر الموضوع بسيط هذا هو التكنيك انت تضع ايديك على اخر ربس سوف تضع ايديك وضع ايديك على كوستر المارجن أو على ربس من وراء وتبدأ تضغط لعدام وتعمل بيديك اليمين نفسي عشان تبدأ تغربهم من بعض هذا كده اللي احسنا هذا اصلا هذا الريت لوب هنا المفروض انت عارف الريت لوب اصلا معد ناحية ثانية كده فانت تحسه تبدأ هنا تبدأ تمشي على الريت لين طبيعي برده مش بتحسه ولكن هو موجود فين انا مش عارف انها المرة الفتو لا لا هو 5 fingers blue 1 patient hands ولكن الطبيعي مش بحسه يعني اي اورجن من الورجن طبيعي انا ما مش بحسه يعني دي حاجة عايزة تثبتها بس طبيعي سيد الليفر ده انا محستوش برده فيه طريقة بقى لان ارتك عليها لو كان الليفر ده بقى صغير هو اصلا تحت هنا فانه هدخل ايدي تحت نسميها انت بتعمل ايدك زي الخطاف كده ايدك زي الخطاف تبدأ تدخلها ايه نتيجة ايدك هنا تدخلها زي الخطاف وتحاول تحسه برضه عشان تعرف وتعمل كومنت عليها اتدخلها عشان انا نتخيلها مثلا عندك زي طبق مليان مية وبعدين عندك فيه حاجة هنا عائمة في الطبق او انت عايز تحسه فانت مجرد هتخبط هتخبط بايدك انا نقول دي ايدك مثلا دي ايدك هنا هتخبط هنا على المية بحيث ان ده تنزل وتطلع فانت هاي تحسه مش هتلحق ان انت تعمل كومنت عليها ولا تحس ديت الاتج بتاع ايه والبردر وسموس ولا لا واللفة دي كله انت مجرد تعرف هوا بالبابل ولا نوت بالبابل يعني ده مجرد هوا بوستف ورى نيجاتف مش تطلع حاجة من الديبنج مثل غير بكده فانت هوا العين بقى نفس الطريقة او عين عند تنسى صايتس باطنه مليانة مية خالص هتقوم ضغط برضو بايدك هنشوفها هنشوف الصور دلوقتي قبل الفيديو حتى عشان انت متخيل الوضع هيقوم التكي عليها وتقوم بايده هنا حاجة كده مجرد ما بيعمل فليكشن المتقربة في الانجل جوينت يعمل فيه فليكشن حيث ينزل ويطلع بس مش اكتر من كده ادى عندك ادى عندك الورديني الميسو بتاع ليفر شايف ايده نايمة ازاي هنبدأ يمشيه بنفس بنفس الشكل اللي احنا اتفاني عليه من بدء من راية اليه فصه يبدأ يتجه ناحية القصة المارشن ده كلام على الراية لوب الراية لوب يبدأ يطلع برده نفس الكلام ويحس نفس البردر ويبدأ يشوف السايز عن طريق البيشنط اون فينجرز وعن طريق الصنطي وفي ده كاترة حتى تقولهم بيشنط اون فينجرز هيقولك هتفرق فيه دي بتختلف من دكتور للتاني فانت بتقولهم مش تفرق بما ان انت ادلت والبيشنط ادلت ففي ده كاترة تمشيها عايدة انت تمام بيور اون فينجرز او ان انت استخدم بيشنط اون فينجرز المهم انت تحسين الليبر اللارج اللارج انت بتاع برضه ده بنسبة لانه حسب كان اقلي من 5 سنتين تحت كوستل مرجن فنسميه ميلد لو 5 سنتين الى 8 سنتين بلو كوستل مرجن فنسميه مودرد لو اكثر من 8 سنتين بلو الرائد كوستل مرجن فنسميه فالكلام هنا على ايه؟ المهم عشان نكمل المثال هذا المثال ايده وراء على الكوستال مارجن ويد من قدام يضغط عشان يحاول يقربه من بعض في حس الأورجن اللي هو مش حاسه والهوكينج مثل يحاول يعمل ايده زي الخطاف يبدأ دخالها تحت الكوستال مارجن طريقة مش بتتعمل يعني دي حاجة قديمة خالص بعملها في حالات الشرنكن ليفر في طريقة تانية الشرنكن ليفر عن طريق البركاشن مثلا يعني دي طريقة اسهل مش مش تضطر انت تعمل بلبيشة مفيش صورة للدبينج ميسودو لكن هتشوفها في الصور بقى في الفيديو برده ان شاء الله وده الجريزين احنا تكلمنا عليه وهتيجي تعمل كومنت بقى على المثال انت لقيتها دي هتعمل كومنت زي ما اتفعنا هو الانترابدومنال يعني دي حاجة بدهية هو انترابدومنال وبتحرك مع دول لقطتين سابتين في الاهمة تورجنز عندنا اللي هو حتى الكيدني ويعتبر برده فالسايت تبدأ انت تحسه فين فراية هيبو كوندريم ده النورمال انت مش تحسه ولكن انت بتعلق بقى هو انت تحسه فين كم سنتي بلو كوستر مرجن او كم فينجر بلو كوستر مرجن والسيرفز بتاعه انت بتبدأ تحسه هتلاقي سموث غالبا يطلع فرم لان لو صفت ممكن مش تحسه واللاج شارب وتنظر ولا لا على الحسب انت وصص على عين العيان او على وش العيان لا تشوف بتاعته والبالسيتينج يعني ده الكومنت بشكل بسيط انت هتبدأ تحفظهم والموضوع يبقى سهل يعني الموضوع ما فيهوش اي مشاكل كلا انك العمتا حاجة من الحاجات السهلة مجرد ان تتعاوض على التكنيك الموضوع بيمشي هذا المسال على الكومنت انت رأيب دومنال موجود في راية هيبو كوندريم سايز سريفينكس بلو كوستر مرجن ونطيندر نطبال سيتنج والإدد شارب وفيرمين كونسيستنسي والسيرفز سموث بها الموضوع الرائعي هو السريف بسببه ما هي الموضوع ليس ها ما هي في المكان حتى ذلك حسنا وهنات السبين السبين نفس الكلام مثل ما اتفاقنا تعمل نفس الميثود عندك سنجل هاند ميثود وعندك باي مانو الاجزامناشن وعندك الهوكينج ميثود ديمينج ميثود وعرفنا هميتها محطوطة هنا هذا الاسبلين برضو هذا الاسترنم ترى التحويل العبي بتحويل الاسبلين الأهو لديه وجهك ماهو هنا المرحلة لا يص permite هذا التحويل لأتابي كان مالتجه منها الابتعام في الأتباد لا يضعه انطاع ميثود لذا انكم لا يحوطه الى الاتجاه هذا انت كده عرفت السبب فانت هتبدأ هنا وتبدأ ان تمشي في نفس السيكونس اللي انا تفعل عليه في الليفر بنفس التكنيك بنفس الفينجرس بنفس كل حاجة لحد ما توصل لليفت كوستال مارجن حسيته خلاص كان بها تبدأ تعلق عليه وتمشي على البوردر وتحس النوتش والكلام ده كله محستهش هتبدأ تعمل باي مانو الإجزاميليشن ايه دك بارد وورا العيان وتبدأ تقربه من بعض والدين ايدي كلها حسيته خلاص كان بها تعلق عليه محستهش تخلي العين يجي على الريفت على الريفت هيجي على الريفت بحيث هو هيجي على جنبه كده ده التحت كده هيبقى ده الريفت وده الريفت فالسبيلين موجود هنا فينزل لتحت شوية يعني هيجي كده فانت تبدأ تحسه لو كان النورجن محستهش هبدأ اعمل الهوكينج ميسل يعني انا بتلك نعمش بتعمل ولكن انت ده الكامل انت بتقول هعمل الهوكينج ميسل لو مريد تنسى وصايتس وعيز تعرف هو النورجن ولا لا تعمل نفس الهوكينج ميسل اللي انا اتكلمنا عنه في الليفر كل ده ومحستهش ومش عارف هو النورجن ولا لا هنعمل بركشن تروب سيريا والميكانزم كيف يعمل بركشن انا عرفها دلوقتي انا ماشي ده ومحسته في الليفر انا اتكلم لديه من الاسبلين انت تكون المحسته بدأت تحسس كام فينجر بركشن يعني بنفس التكنيك بنفس كل حاجه عملته في الليفر هو نفس اللي انا عملته في الليفر ولكن هنا في كزا طريقة بالدجريز يعني جاست نو بركشن ممكن نقول عليه مالد اسبلينو ميجيلي لو كان ما بين كوستل مارجن يعني هو جاس بلودة نقول عليه واحد الاثنين سنتي مثلا لو اكتر من اثنين سنتي ولكن قبل الامبلكس يعني المفروض هنا الامبلكس مثلا هي ميدويزة متفانه بين زيفسترنم والسيمفسبيوبس لو هنا مثلا نقول عليه مدرة هباتهم اسبلينو ميجيلي لو عدى الامبلكس نقول عليه وهنبدأ نعمل نفس الطريقة و نفس كل حاجة التفاني عليه فين ادى الاسبلين نفس هنبدأ فرائط اليك فصة وتاخد معك و زي ما التفاني تخلي عيني ياخد نفس مع كل حرجة بتعملها الحد ما توصل عند وتشوف حسيته ولا لا حسيته ما حسيتهش اسف والتاني قدام و تحاول التغرابه من بعض في سباين حسيته كان بقى محسيتهش هتقلبه على راية يجي على جنب اليمين وتبدأ تعمل نفس هو على جنب اليمين برده و لو حسيته في أي طريقة مضطره كلها تبدأ تعلق على الاسيز و الاسيز يقسمه على حسب و بين حد دي جي و سبين و ميجل لسواء ميلد و مودرد و موضع ثم لدينا حاجة اسمه موضوع داخل موضوع و هنقومنت على نفس البوينتس نحن تفاين عليها بالظبط لا يوجد شيء زياده غير كلمتين ان انت عندك بالسبلين نوتش و ده حاجة مميزة جدا للسبلين و في نقطة بدل البلسيشن من الأجهز يقوم بجمع موضوع بجمع موضوع بجمع و تبدأ في الاسمه و انت عندك رأيه و تضغط عنه أنت تضغط كما تعرف تضغط عنه تقوم داخل و تخرج هذا ليس طبيعا أن يقوم على الاسبلين فعندك رأيك في الاسبلين و تضغط تعلم في الاسبلين إذا يلغط رأينا في الخلف هذا سائن مهم جدا و نسمى كبرية إنه يقدمran التنينب count ليوكل مياه أنا الشنيف هو السرطان الدم في الميوليب لين إن生 موجود يليد用 فتر حصل Exactly math hardened فصل على فترة قويلة على فترة ما نسميه خلفية إن اسبين يبدأ الإيمان انت بتضغط عليه بيدخل لجوه صبعك بيعلم فيه يعني يبقى هم دول النقطتين الزيادة بس ان انت بتعلق عليه في الكومنت على الاسبيلين وفي نقطة مهمة جدا 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 بقى بعد دكاتر برضو بتركز عليه انت تزايد تفرقه عن الكيدني ودي حاجة هنعرفها دلوقتي انت تتلاقي البراجراف ده مسلا مش تفهم هتكي ترى دلوقتي مش تفهمه فانت لازم نشوف الكيدني وزاي بقى نعلق على الكيدني وزاي تفرق ما بين الاسبيلين والكيدني عشان تفهم ليه انا هنا مهم جدا هنعلق على الكيدني وافهم ازاي افرق بين الاثنين فانت عندك الكيدني زي انت فان هوا بنعمله بايمانا والاكزامناشن مفيش بيد واحدة انت ايد الورا دي في الرينا الانجل واليدي اللي قدام تبدأ تضغط على الصوف رايت هيبو كوندريم وليفت هيبو كوندريم او رايت لامبر عشان تبدأ تقرب الادين من بعض عشان تبدأ تحس الكيدني لو كانت سواء كان فيها ماسة وسواء كان هايدرونفروزيس تبدأ تحس او سواء كانت حتى تندر تندرنس بايفرين الانجل وار لو في عنده بقى ستون لو عنده اي حاجة في الكيدني عامله تندرنس في نقطة تانية بارده مهمة في الكيدني وحاجة اتماعيزها اسمها بلوتمنت بلوتمنت هتحرك يدك دي وهتلاقي الكيدني بتتحسي بيدك اللي فوق تحرك يدك اللي فوق تلاقي الكيدني بتحسي بيدك اللي تحت ده نسميه انتيرر ده نسمي거든oul ده سيدك Peloton ده ده دهك經يارijk ده دهي there'd be square denkوي دهي dance ولكن الصح او اللي انا سمعته من كاتلة نيفرولوجي او اللي احنا عرفناه في نيفرولوجي و في اليورولوجي حتى نحن دايما نخلي الشمال تحت واليمين تبقى فوق يعني ده سببتها يمين وشمال سببتها كده المهم حاجة من الحاجات انت لازم تفرق بينهم ومهم جدا تفرق بينهم هو الاسبرين والكدني في الافت سايد لان الاثنين متشابهين جدا لما الاثنين بيكبر الاثنين بينهم عن طريق نفس الاسبكشن مش بتاع الاسبكشن مش هنختار عياني هو اسبكشن بلبيشن وبركشن وما فيش هنا او اسكولتيشن او ممكن اسكولتيشن نوتا لكن مش ذات اهمية اوي عندك بيان اسبكشن انت طبيعي عندك نعملها على الرسم احسن اسبيلين الموجود اسبيلين الموجود هنا هيبدأ يكبر في الاتجاه ده كدني الموجود هنا تبدأ تكبر في الاتجاه ده فانت باين ان انت عندك اسبيلين النشفى فانت طبيعي يكبر ده كدني اسبيلين الموجود هنا تكبر الروس ماني نع treaty اسبيلينrive انت احسن الموجود انك مش موجود ملكدrage اسبيلين الموجود حدود ده كدنيه gasoline اسبيلين العادود حدود م connais الا او awkward if you just experienced cannibal كدنيه الموجود فتعملها الـ midline هذا الـ congenital anomalie تقوم بـ وممكن أن تكون حدثت عليك في الـ clinical في الـ academy أسف في المنزل الـ phrology الذي تعده عليه أعرف أن يوجد الـ congenital anomalie ممكن تفصل في الـ embryology وهو الـ هذه الحلالة الوحيدة من خلال الـ ومن خلال تقوم بعمل من خلال ممكن تقوم بعمل ولكن الحاجة الفيصلية او الى انت بتعتمد عليها هي بايبل بيشان مثلا بايبل بيشان انت عندك السبلين قولنا النقطة المميزة لي جدا انت عندك نوتش اللي مافيش نوتش البلوطمنت اللي ممكن يبقى انتيرو البلوطابل يعني لو كان ممكن دي نقطة ممكن تحط جميع كده بلوزر المائرس العكس كدني نقطة اللي كانت مميزة ليها اللي هي انتيرو عن دبستيرو البلوطمنت نقطة كمان لو انت حاولت تدخل ايدك ما بين تحت كما ترى ان تدخلها و تنفعها في الاسبيلين لا ينفع الاسبيلين اصلا جاهد على عكس كدني كدني اصلا قطب كدني اصلا انها تمنعك ان ان تدخل ايدك فمع الاسبيلين لا تقدر ايدك تحت كدني مع الاسبيلين تقدر مع الحركة ومع الاسبيريشن نقطة احد اهمية كيفة ان تقول لك مع الاسبيلين بان الاسبيلين هو اللي من السبيلين فهيبدأ يتحرك مع الاسبيلين على عكس كدني الخاصة مع الاسبيلين الاسبالي اضافة اختيشن نقطة مهمة ونرى ماذا ممكن ان تقدر ان تصل على الاسبيلين مثلا اصلا جاهد الاسبيلين لحد هنا فعندن تطبيع هذه الاسبيل ونقم بها ضلنس 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 مكمل مكمل حتى وصلت المكان الطبيعي كل هذا فيه دلنس فنقول ليه دلنس 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 ونا نتفيعنا النقطة التي اهمية كما ترري amo هذا ليس نقطة اهمية كما تريد ستنة صحيتوب وبيبركشنا عرفنا ان الدولنس بتاع الاسبيلين هو مكمل من اول من تحدي النورمال سايد بتاع الاسبيلين على عكس كده هناك فيه باندوف ريزوننس في النص والاسكالتيشن برضه مش ذات اهمية اوي هنيجي بعدها بقى الرابع حاجة عندنا اللي هي الجول بلادر الجول بلادر انا هيميني هو الكومنت برضه هو نفس ال مش مهم اوي يعني مش حاجة تركز عليها الجول بلادر محاش بقوله كامل اجزامريشن للجول بلادر ولكن هما كلمتين بتحس الجول بلادر فين عند التب وفي الناينس كوستر كارتلج ودي نفس اللي قلناه في السيرفز اناتومي انت بتتحرك كده زي زي الليفر تيجي عند التب بتاع الليفت كوستر مارجن هتلاقي او فيه طريقة تانية انت بتيجي من عند الانتيروس بيريو الكسباين اللي ولكن اللي عن ناحية الشمال وتعدم بالامبليكوس وشوف بقى تقطع كوستر مارجن فين فده برضه كان الجول بلادر يعني ده طريقتين ممكن تحس من خلالهم الجول بلادر النقطة الثانية انت في حاجة اسمها ميرفي ساين ميرفي ساين ده نقطة مميزة جدا للكوليستايتس انت وانت بتعمل عيان وانت بدخل ايدك وتقول للعين خد نفس للعين فجأة اموقف نفسه وانت بتضغط على الجول بلادر ده اسمها ميرفي ساين ده من على sudden sensation of inspiration during impression under the gulbladder وانت خليت العين ياخد ديب الاسباريش وانت بتضغط على الجول بلادر فجأة اموقف نفسه ده نسميه ايه ميرفي ساين هنا هو بيعملها يقوم تبصت على الجول بلادر فجأة اموقف نفسه مرة خلصنا البلبيشن الاربعه سنتفعنا ان هم مهمين في البلبيشن والاظذر structures قولنا مش مهمين الكلام اللي مكتوب بالانجليزي ده كله ممكن تكتب انت كام بوبل عربي او ما تشوف الفيديو مرة واثنين وثلاثة يعني ده احسن لك من انت تقول تحفظ الكلام الكلام مش بتحفظ قوي غير كزا نقطة علمنا عليه البركاشن البركاشن عادة عندنا نوعين من البركاشن انت اما تخبط بترفع ايدك لفوق وتنزل تخبط على صبع الجامد انت عندك ايد تحت تخبط على ال middle finger بال middle finger في ايد تحت و ايد فوق اليد اللي فوق على حسب انت طلعت فوق خالص وانزلت تخبط هنسميه heavy percussion او بتخبط انت ورايب هنسميه light percussion انت تحدد ده او انت تحدد ده انت احتاج heavy percussion اكيد لو فيه فاصل ما بيني و بيني البركاشن عايز اعمل له examination على سبيل المثال هنا انت بتيج تعمل examination upper border of the right loop of the liver مثلا اه بيفصل ما بينك وما بين ال upper border of the right loop of the liver عندك ريبسة وانت رجزتها اسبيسز وحاجات تخينة يعني فلازم تعمل heavy percussion على عكس باي ال structures من تحت ما تيج تعمل ال lower border بتاع ال liver انت ما فيش غير ال skin و المصلس بتاع الا بدومنا الول على عكس اي حاجة تانية فانت لازم تعمل light percussion فاننا عندنا هنا كله بتعمل light percussion مع the liver بتعمل upper border of the liver بتعمل ايه? heavy percussion باوندرز تمام انت بتعمل value عندك ال organs زي ما تفعل انت بتتأكد من organs او اي مسلة ايتها بتحدد الحدود بتاعتها برضو point بتأكد في حاجات ممكن تحسها بال بالبالباشن وحاجات ما تحساش بال بالبالباشن الحاجات انت محسيتاش بال بالبالباشن فانت هنا بتبقى النقطة المفصلية البركاشن وحاجات انت حسيتها بال بالبالباشن في هنا عشان تتأكد والاسايتس برضو مهم جدا جدا وده الحاجة المهمة في البركاشن عامتها ال spline انت بتعمل البركاشن بسبلين ازاي احنا اعتبر قلناه احنا ال spline كان enlarged بالشكل ده مثلا جاي كده ال coast margin والspline enlarged بالشكل ده عندي هنا ايه فانت هتبدأ تعمل البركاشن من هنا مكان ما انت عملت له بالبالباشن وتشوف الحد ما توصل للمكان الطبيعي بتاع ال spline طب يا سيد ال spline مش بالبالبال زي ما انت فانا واخر نقطة من الجعلان ان انا اعمل البركاشن بالبالبال اعمل البركاشن بالبالبال اعمل البركاشن بالبالبال لحد ما اوصل لل mid axillary line لو كان التروب سيريا مش ضل ستبقى ان مفيش spline omega لأصلا انه اول حاجة subclinical ان انت عندك حصل ضلس في طب لو كان الضلس ممكن يكون جاي من الضلس ممكن يكون جاي من مش من فانت ضلس لو كنتينوس مع ضلس بتاع الضلس فانقول ان ضلس ده جاي من يعني لو كان في انترابشن او في اي في النص فده هيبقى مش الاسبين. موضوع بسيط في موضوع البركشن. تبدأ مرة يليك فصة زي ما اتفقنا. نفس الكلام فيش اي حاجة مختلفة. نفس الكلام مكتبه جنبه بالعربي والموضوع هي باسي. لو كان ستعمل البركشن في تفاصيل برضو دلوقتي. او بلايش يعني خلينا احنا يعتبر شرحناها اداة التروب سيريا وانتعرف الباوندرس بتاعتها 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 بركشن في نقطة برضو يعتبر ناسينا نقولها المرة اللي فاتت ممكن لو دكتور مش يخد باله انت في الامتحان عشان تعرف التروب سيريا بدل ما تتاعت تحسبها انت بتقول له بس بالنظر الباوندرس بتاعتها 6 8 9 11 زي ما حفزناها ولكن بتجيب ايد العيان لاليد دي وتحاول تخلي حطها هنا والثمب بتاعتها تورد الامبلكس اه تورد النيبل الاسف هيبقى ايده هنا دي نايمة على التروب سيريا بتبدأ تاعتها في المكان ده لو مش ه بتعدي بقى مفيش وقته بالكلام ده كله بعدين عندك الليفر الليفر هو رايت لوب وليفت لوب وابر بوردر ولور بوردر ادى عندك هذا الليفر واده هنا استردم فوقه هنا ريبس وانده خامس ده لين مهم كده 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 رايت وهنا ليفت انت بتاعي البركشن الابر بوردر هو المهم وده الحاجة اللي انت بتسأل عليها انت هتعد برضو زي ما عدينا في كل حاجة ان انت هتبدأ تعد وصلتنا عند الانجل وفليوز تعد وصلتنا عند ساكن انت دركوست سبيس بتبدأ تنتل في الماد كالا marginal تعمل البركالا في قطع تعد حد ما توصل لها انت لديت عندك ايه Bour ни condemned inimest ده هيبقى نورمالي في الليفت في ال right 5th Jacques entitled space ده مكان الابر بوردر بتاع ה Intro هموجود فين في ال right mid cal aqurol line في россий kedatus at mid kal Ring بتعمل Laser Percussion طيب ايه الاهمية انا عملت ده وجبت ده وانا اصلا كنت هتعمل بألبيش بناء في صبتها همدى احسب الحاجة احنا اتفعنا عليه هنا اللي هي سمناها liver span واحنا شرحنا لكده ليه اهمية liver span الموجود ده من 8 إلى 12 رمز الثالثمانية عشان افرق ما بين الtooth deliver وبين energy deliver موضوع سهل انت كل اللي تطلع بمن هنا هو التكنيك بتاع البركاشن بتاع ال upper border of the red loosa liver ال lower border سواء انت محسيتش ال liver معرفش تتحسه فهتتطور لتعمل البركاشن او سواء كان ال liver معرفش تتحسه لانه صغير ونزل تحت ال coastal margin او سواء لانه كان soft ما ديرتش تحسه او سواء التفاينة بقى لما كانت ال abdomen كان rigid فهنا هنطار نلجع لطريقة تانية عشان اعرف اوصل بها لان ال organ enlarged ولا لا هي دي الطريقة التانية انت هتعمل البركاشن فعملت بركاشن بنفس المكان اللي انا عملت في بالباشن هنا تبدأ برضو من عند ال right اليك فصة تبدأ تطلع لفوق بنفس ترتيب تبدأ تخبط light لحد ما تحس الضلنس ده هو ال lower border of the liver على ال right loop نفس الكلام في ال mid line وتبدأ تطلع لفوق من عند ال amblicas تبدأ تطلع لفوق لحد ما تحس الضلنس بدأ ايه ال lower border of the liver احنا كده الموضوع كان سهل ثلاث اسهم عندك او اده ال upper border بتاع right loop of the liver وده ال lower border بتاع right loop of the liver وده ال lower border بتاع الضلنس ده في ال mid line ده في ال ال اتنين دول في ال mid كلافكرة or line ولكن ده بتبدأ في ال right يليك فصة ده بتبدأ عن طريق ان انت تعد من عند ال angry flow second intercostal space تبدأ تنزل لحد space by space لحد انتوصل لل right fifth intercostal space ده الطبيعي لو كان تحت وافوه ده abnormal سواء صغير او كبير في حاجة بقى لو قلتها في كتاب ان انا بعملها confirmation by tidal percussion يعني ايه tidal percussion انا شيرته من عندك في الورا ولكن انت لو محتاج تعرفه يعني على السريع tidal percussion مجرد انت اهميته يعني على الان اللي تعرف اهميته وانت زيت فانا بين ال structure الكبير ده سواء كان تحت ال die frame او ال die frame فالطبيعي انت لو قلت العين خد نفس يعني انت وصلت خلاص عند left fifth intercostal space وعملت percussion وانت وضل خلت العين خد نفس وقلت العين خد نفس خد نفس فهنا ال die frame die frame يقوم نازل لتحت يعني خلاب لون تنين عشان تبع بينه ال die frame يقوم ضغط على lever نازل لتحت فالمكان ده وده المكان ضل هتحاول ال resonent ده هنقول ده خلاص انا اتطمنت ان هي حاجة تحت ال die frame طب خلاص انا قلت العين خد نفس وليته ضل برضه يبقى ده حاجة ضلنس ده حاجة فوق ال die frame مثلا عنده plural diffusion وكذا المهم في يقوم بتفاصيل يعني في مكتوبة المهم ده مع ده عرفت اهمية title barcashua ويعنيا title barcashua ولموضوع يعني انخلاص البقى كله انت عرفت ال upper border بودر اسببه عشان احساب ليفر اسبان وعارفنا اهمية ليفر اسبان و ليفر اسبان اعمل ازااذ اعرفنا انا قبل كده وهذا الصورة لكل واحدة فيه هنا نفس الكلام بدأ ينزل كده لحد ما وصل وانه بدأ يطلع كده وانه نفس الكلام في المدلين وبدأ يتحرك كده البر سبان شرحناه قبل كده وعرفتني عن ايه البر سبان و ازاي بفرق بينه وبين بفرق بين الالجد لبر والتوزد لبر وكلام ده كله وحجمه صغير حجمه صغير حجمه صغير ليه حصل في فايبروزيس اللي احنا عندنا نسمعه ايه سيرروزيس في البر الاصايتس يعني الاصايتس يعني الاصايتس اهم نقطة عندنا في البركوشن احنا عندنا الاصايتس نقسمها الاصايتس يعني مبدايا يعني انت عندك فليود زاد جوه البروتونية واي فليود يزيد في الجسم احنا زي ما شرحنا في اليديمة عندك بقى الهايدروستيك برجر والانكوتك برجر وحصل الامبالنس بينهم والكلام ده كله البرميابيليتي المهم انه حصل ان يتحرك الفليود من وصل الاكسترا ووصل ان تراكم في البروتونية وعمل اصايتس على حسب كمية الفليود التي تراكمت في الفليود التي تراكمت في البروتونية في البروتونية سواء كان ميلد نتكلم من نصف لتر من خمسمائة ملي لحد واحد لتر او مدرات من واحد ونصف لثلاثة لتر او ماسف اكثر من ثلاثة لتر كل واحدة فيهم لها طريقة في البروتونية وده ماركت او ماسف او سيفير او تنس كل واحدة فيهم لها طريقة في البروتونية يعني على سبيل المثال هي اكتر حاجة تتسأل عليها طبعا هي المدرات لان ده المدرات او المتغسط واكتر حاجة منتشرة تعملها عن طريقة حاجة اسمها shifting dullness الماركت تعملها عن طريقة حاجة اسمها transmitted ثريل والثريل هو الموجة بتاع المية ما بتخبط على المية في موجة بتطلع بتتحرك من مكان لمكان ثريل تتتحرك من مكان لمكان ثريل تعملها الميلد ده حاجة عارف انت اللي هو بيجي في اللجنة ما يحب يقول لك عفل لك الدرجة تقول لي ازاي بيعمل فانت في عندنا طريقتين حاجة اسمها position تعمل percussion تخلي عيني اخد وضع لمدة خمس دقايق مثلا او ثلاث لخمس دقايق وبعدين تعمل percussion في المدل او في نص الابدومن بتاعته عند الامبلكس لين الطبيع انت العيان كده نايم اوت من ده كده مثلا فطبيعي الفلود هيتراكم فين تراكم في اكتر جزء dependent او اكتر جزء واطي عنده اللي هو هيبقى الامبلكس تبدأ تخبط وتنزل انت بقى تحت العيان وتخبط ولفة دي كده كده ده مش بيتعمل اعتقد الدنيا واضحة بعدين عندك حاجة اسمها بادل ساين بادل ساين بادل ساين ده برده من الحاجات البعض انت كده تسأل عليها ودي حاجة برده لو تسألت فيها فانت خلاص انت في اخر اللاجنة والموضوع بيخلص نفس الكلام نفس الناس نفس الناس نفس الدنيا كلها بس هتستخدم فيها سماعة بتحط السماعة هنا في النص عند الامبلكس بعد ما اخد الناس واستنيت الكلام ده كله وبتبدأ تعمل او بتبدأ تعمل في الجنب هنا وبتبدأ تحرك السماعة بره طبيعي وانت عارف ان الصوت يتنقل في الفلود بصعوبة بالنسبة عن الهواء يعني الصوت سيتنقل فيها أحسن في 같은데 ٧هوى احسن من الفلود فانت عندما تحت سماعة في النص لو ان تكلم عن الفلود بعد تدفق السماعة تبدأ تحرك السماعة بعيد ام يترکم في الفلود تبدأ تحركวادها بعيدة بعيد ام ت种phen mount لان الصوت ي implants من خلالال الكلن ومن خلال التستصر ليس من خلال الفلود ف definicin ولسه مش حاجة ذات اهمية اوية ولكن تسأل عليها اي شافوي ولكن الحاجتين المهمين اللي انت بتسأل عليهم هي Shifting Dolness و Transmitted Thrill خلينا نخلص من Transmitted Thrill اول عشان ان امرها سهل انت خليها على الصورة عشان احسن انت العيان تنسى صايتس بطنه اصلا زي ما انت شايف حاجة زي البلونة خليت العيان يحط ايده في النص عشان يمنع عينات نال عن طريق الجلد الويف يعني او الثريل بعدين هتبدأ تعمل فريكرينج هنا في جنب والايدك التانية بحطوطها زي ما انت شايف كده وتبدأ تحس هل في لود الحركة انت بتحسها بايدك دي ولا لا لو الموجة انت حسيتها هنا يبقى عنده في لود من خلاله ينتقل الثريل فانسميه ايه Transmitted Thrill يعني موضوع بسيط بعدين عندنا Shifting Dolness وده الحاجة المهمة برضو في هنا الصورة Shifting Dolness انت بيجي قولك اعمل Shifting Dolness هناك نقطة كده في الاول تقول له هجيب ايه اللور بوردر بتاع Lift Troop of the Lever يعني انت جبت هنا Lift Troop of the Lever زي نفس التكنيك انت حسيت بها هتبدأ تطلع لفوق تطلع لحد لقيته هنا مثلا او ما حسيتهش خالص ما حسيتهش تحس هتبدأ بقى عنده الملكس ما حسيتهش يعني حسيته هنا او ما حسيتهش خالص حسيته هنا هتبدأ بقى تعمل لأيه Percussion المفروض هنا ايه فوقه هنا Dolness خلاص تعرف هنا Dolness يبقى تحته المفروض Resolence طبيعي طبيعي ان الابدومن Resolence تبدأ تنزل تنزل في ال Resolence لحد ما تلاقي Dolness لقيت Dolness انت ايدك المفروض مش كده ايدك تبقى بنايمة بالعكس انت بتعمل Percussion تبقى ايدك كده مثلا هنا حسيته ان هناك ضلنس هتقوم قلب ايدك وتخليها بقى بالمنظر الموجود في الصورة ده وتخلي العين يجي على الجنب اقول له روح على الجنب التاني روح على الجنب التاني اذا ما انت شايفينه كده وخليته استنى شوية المفروض الطبيعي اللي هو Fliwood فالفلود فريلي بيتحرك في الابدومن فيتحرك من الجنب ده هينزل ايه في الجنب الديبندنت فالجنب ده بدل ما كان ضال عشان في Fliwood هيبدأ يتحول لResolence وبعدين تخلي العين يجي على الجنب التاني وتكرر نفس الحوار هيقول لك بقى هل انا مضطر اخليه يجي على الجنب التاني اقول لك فيه اوقف الحد كده فانت لقى انت مضطر لتخليه وصل للجنب التاني عشان تتأكد ان Fliwood ده بتحرك فريلي في الابدومن انت برضه وما تشوف فيديو هتلاقي الموضوع سهل الموضوع بسيط اول حاجة اول حاجة بتجيب الضالنس بتاع الفتلوب بتاع ليفر بعدين بتعمل بركوشن الهند بتبقى هيروسونتل حاجة في المدلين بلوت ضالنس في ليفر بعدين هتلاقي ضالنس حد ما تلاقي ضالنس ضالنس تطلع فوق كم سنتي اللي هو اخر حاجة ضالنس بعدين بتعكس ايدك تبقى vertical بعدين تبدأ تمشي لحد اللاترال وصلت لاترال لقيت لسه في ضالنس ثقيت ان تريد الجنب الثالي اللي هو لاترال ده اللي هو يسمى خلية العين يرفع الجنب الثالي وساعد 30 ت��O WHY40 ثانية مثلا وابل حاجة خليها خمس وشر م filled لثلاثين ثانية ثقيت اroid ثقيته بعدين ا Research البركوشن هيتحول لرزولنس بعدين تخلي العين يجي على الجنب بقى الثاني يجي نحيتك وتبدأ تمام البركوشن للجنب الثاني بنفس الطريقة بالزبط يعني انقررت نفس الطريقة لقيت الفلوود بيتحرك يمين للشمال من فوق لتحت اه يتحرك فريل يعني في الابدومن فده شيفتنج ضلنس الضلنس بدل ما كان في اليمين بقى في الشمال اصاله شيفتنج عشان كيف نسمي ايه شيفتنج ضلنس ايه شيفتنج ضلنس ايه اسباب بقى اليون الاترال شيفتنج ضلنس هو الطبيقة قلنا هيبقى على يمين والشمال وقلنا ليه ما قفش هنا لازم اثناء ان انا اعمل الطريقة التانية كمان عشان يبقى تحرك يمين والشمال الاتنين زي بعض عشان ممكن يبقى فيه شيفتنج ضلنس على نحية واحدة اللي هو بحالة اوبرين سيست انت عندك الفلوود اوبرين سيست رسمناه قبل كده وتكفت بحاجة كبيرة جدا جدا لان هي بتبقى اسمتوماتيك فبليجي العيان وعنده سيست محترمة سيست حاجة كبيرة ممكن توصل الى ميد لاين كمان فالمهم حاجة اوصلت فيه ضلنس في الميد لاين وجيه هنا فخليته يجي على جنب فتحرك هنا فهيبقى فيه ضلنس على نحية ونحية التانية فيش ضلنس اصلا نحية دي هتبقى دايما ريز ونسى اي حاجة نفس الفكرة بالزبط انتسان الوبستركشن انتستن بقى هي اللي دستند وفيها فلوود فنفس الكلام انتستن موجودة على جنب واحد انتستن نفس الكلام كلهم نفس الكلام عندك باللونة موجودة في جنب واحد الفلوود مش تحرك فريلي من يمين للشمال ولكن بتحرك في جنب واحد خلصنا البركاشن واتفاقنا ايه اللي بعمل له البركاشن الاسايتس عندنا مالد ومودرت سيفير او ماركد او تنس المالد بعمل عن طريق البركاشن في النيل بوزيشن المودرت بعمل عن طريق شفتنج دونس الماركد او تنس بعمل عن طريق تنسميت سيريل هنبدأ بقى بالاسكالتيشن الاسكالتيشن هي برضو حاجة مش بتعملها يعني دي مش جزء الكريم اللي انت بتبقى سؤول عنه ولكن الاسكالتيشن بحاجة من الحاجات اللي هو ايه تتسال عليها شافوي بس مشاكتر من كده انت الاسكالتيشن اي حاجة هتعمل ايه اما عندك بلود بيسل اما عندك ال جاي تي اللي هو حاجة هتفكر ايه المشتركة منه انت عندك اليوم ومشي في حاجة حاجة ده هتخبط في الجدران او هتخبط في بعضها فاسمع لها صوت عندك ايه ما بقى حاجة غير فكرة غير دين انت عندك حاجة بتحف في حاجة انت عندك مثلا ده اورجن حواليه الغطة اللي اتنين دول بيحف في بعض فيعمل صوت ده اللي احنا نسمى بقى رب الجاي تي عندنا حاجتين ايه ما النورمال بريستاليسز حركة بتاع الجط نفسها ده بتتحسن ايه ما حاجة اسمها السكاشن سبلاش البلد فيسل ممكن يبقى ارتري ممكن يبقى فين اعتقد ان انا قلت ابقى كده ان الارتري ما بيحصل فيه اي مشكلة هيحصل في تيربنس البلد في لوه هيحس هيبقى اسمه برويه والفين هيبقى اسمه فينس ايه هم واحد من الارتريز اللي لها برضه مسال عندنا هينلوها اليوتراين ارتري في الحوامل لاني بقى عندهم زيادة في الفاسكوليتشرا وزيادة في البلد سابراين رايح للطفل هاسمع اليوتراين ارتري بنسميه يوتراين ايه سوفليه وده بيخش برضه في ديفرينشال دياجونوس معنا مع الفيتل هارتساوند وزاي فرقة بين الاتنين بما انها نقطة صغيرة هنا عشان نهتمي بالحاجات المهمة دلوقتي ونخلاص منها hm اليوتراين ارتري او اليوتراين سوفليه Jim هيبقى change اليوتراينب من الاتنين هوا نفس اليوتراين Beginning العنوي انت لحسبت الاستمرار الام هتلاجي نفس الكلام اليوتراين هو نفس اليوتراين سوفليه ومور parole عملت عشان تسمياه disseminés عندما تعمل 에는 استكلانية الويوتراين هاسماع هو uphill Shotfort على العكس انفيت الهارت ساوند طبيعي في اي طفل صغير ريت الهارت عنده يبقى اعلى بكتير جدا 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 يعني فول مية مية وخمسين ده عادي في الاطفال الصغيرة ريت بقى عالي جدا مقارنة بالأدرت أدرت ان تعرف من ستين تسعين البلس لا الطفل يبقى اعلى من كده بكتير دول خلصنا بينهم عشان مش ذات اهمية النورمر بريستاليسس هي اهم حاجة تعتبر في الجاي تي بما انهم بتوع جاي تي وابدومن الاجزاميناشن تتعرف يخز مصود وأردنا دينية فهذا اللي مهمة بالنسبة لهم هذه هي حاجة تacaktي في ہے تينيسس في الد impeach what you have to learn يقدم مكتابة بالاعداد الأدرس الى الي البدوم هو jumped in 8 MARです وكانت التفنت عنهم وب destin أش habil반기를 أبقى وبعد قليلة حاليا فهو ظاهر المفادل فالديم ميزال جدا بالطبيعي التحين motherf Plant Voice ولكن عندك في البوربوينت كاتب up to 30 أو من خمسة لثلاثين فانت لو جاءت لك سؤال ليس من خمسة لثلاثين ولكن هو الطبيعي في أي حاجة تعملها بعدين دائما يجب أن يكون لها أربعة ستة في الدهية ولكن خمسة لثلاثين دي موجود عندك في البوربوينت بس ممكن تبقى ابس انت الابدو لا تتحرك لو عنده باراليسس باراليسس يعني شلل حصل باراليتيك اليس باراليتيك اليس ده مرض ان انت عندك الابدو لا تتحرك وما فيش اي موجودة نتيجة بقى ان انت عندك بريتونايتس يعني عندك بريتونايتس عندك الاتهاب في الغشاء البريتوني البطن فالبطن لا يجب أن تتحرك لا تتحرك لماذا؟ ده تعرف بعدين نية defensive mechanism علشان ما يعملش انتشار الانفكشن الموجودة في البريتونية لا تتحرك او عنده باراليتيك اليس نتيجة ان انت كان في عملية وعمل هندلينج او عمل مانيبيوليشن كتير فبحصل الله باراليسس لفترة لحد ما تبدأ تاخد التون بتاعها تاني او نتيجة حياتي حدث انت تعرف اي مصفل اللي يتعتمد على الالكتروليتي فعنده بريتونايتس في الالكتروليتي وعنده بريتونايتس حياتي في الهرمون هيبدأ يحصل في جيرب ده الاتهاليتيك اليس هاتزيد بقى لقد عنده باسترنترات حياتى عنده نازلة معاوية يبقى عنده اسهال مدهية وحده عنده إنتفہان تفاعل قبل كده عند عنده حجم نطيط ماشر يبدأ يزيد الاتهاليس حياتي المبطيط او حد عنده أسايتس او حد عنده بريتونايتس بريتونايتس قلنا بتقل حد ممكن توصل حتى لحد بريلتك اليوس او بتقل في حالة الأسايتس طبعا سواء فلود ضغط عليها سواء انت اصلا مش سامع لانت الصوت بعيد جدا عشان في فلود فاصل ما بينك وبين البرستاليسيس اه في نقطة بس مهمة في الأسكاليشن ايضا ممكن اقول ان انت ساعات انت مش تعمله في الامتحان ولكن لو كان كلينك الاجزمانيشن او لو ساعة لك انت المفروض بتعمله امتى فهو بتعمل احسن قبل البلبيشن والبركشن عشان مجرد برضو المانيبيوليشن بتاع الابدومن ممكن يصل على الفريكنس بتاع الابدومن فانت بتعمله قبل البلبيشن والبركشن قبل ما تخبط وقبل ما ترزع على الابدومن وتحس وتضغط عليها و لو عنده ما كان بيوجعه وكلام ده كله فانت مفروض لو هتعمله اسكاليشن بتعمله قبلها بما انه مش بتعمل حاجة في كلينك فانت بتذكره بالتفتيب اللي انا اتفاين عليه انت عندك كيسة و جواف لود الكيسة اللي عندك في البطن اللي هي الانتستن اللي هي اسف الاسطمك الاسطمك مقفول عن طريقنا البيلورس البيلورس في ابستركشن ففي حاجات هنا طبعا مش بتعمله لكن بيتسهل برضو كده اللي ممكن البيلورس ده اللي هو جسر كاوتلت فجسر كاوتلت ابستركشن او بيلوريك ابستركشن لو حركت العين من جنب الجنب و انت بتسمع ستسمع ستسمع الصد حاجة مش ذات اهمية البلوت بيسلس يعني انا كلمنا الرب عشان بخلصنا الرب عندك الثورجن زي فيهم نفس الخصائص دين انت عندك ارجن وفوقه كابسول اللي هو ليفر والسبلين الاثنين لو فيهم التهاب او لو السبلين في انفاركشن او ليفر في مريجنان سيجيل وسيكندري المهم هيبقى السطح الخيشن ويبدى انفاصل ما بين الاثنين مع حركة واحد والتاني طبيعي حركة سموز جدا ما بينهم في لوت صغير جدا بيسمح ان هو يتحرك او ده يتمدد سنة سنة بحيث انت ما بتسمعش صوت لكن لو بيحصل الاتهاب مجرد الحركة بتاع الاسبلين او الحركة بتاع الليفر بيحتاج مع الكابسول بتاعته يبدى يحصل ايه رب البلوت بيسلس فينس هم فينس هم زي ما شرحنا المرة لفات الموضوع البورتل هايبرتنشن فانت ما بتيك تسمع بقى على اي فين من الفينز اللي كانت ديليتد وحصل بورتل سيستيميك شنط والبلوت هيبدأ يتحرك في مصهر غير مصهر الطبيعي بتاعه فهيبدأ اسمع له صوت لان الطبيعي البلوت بتحرك جوه البلوت فيسل نورمالي حاجة سموز جدا حاجة له مصهر ماشي فيه وما بيحصلش تيربلنس فانا بسمعه لو حصل بقى بورتل سيستيميك شنط والبلوت فتح شنط مش طبيعي ناتية موجودة وده ده اسمع الصوت فانت سميه فين اصهم اكتر سبع عندنا بحصل هو البورتل هايبرتنشن والبورتل هايبرتنشن بسمعه في مكان في الابجاستريام كده يعني ده هنفترض ان ده الابجاستريكريشن انت عارف عن اي بجاستريكريشن سميه حد اسمه ايناوي فسميه ايناوي ساين او كيناوي ساين بما ان موضوع الليفر سيروزيس والهيباطايتس سي فيروس ودينه كانت منتشر عندنا في مصر جدا من حتى من اول بالبورتل هايبرتنشن فكان موضع المسميات في الجزء ده حتى اما تيجي تاخد المانجمنت بتاعه او العمليات اصلا تجد العمليات المتسميه اسمها مصريين واسمها حتى ناس جاءت درست في مصر جزء ده على العكس في مستوى الارتري فانت لو حصل الارتري عشان يحصل صوت فالارتري حصل فيه دي حصل فيه دي انا سميه ستيانوزيس لو انت عندك ارتري حصل في ستيانوزيس هتبدأ تسمع صوت نتيجة حصل تربنس البلد فلو لان كما انتبهان الطبيعي عندك الفيسل البلد ماشي ستريت ماشي سموس ما بيحتاجش بحاجه صوته مش مسموع حتى تبدأ تسمع صوت لازم يحصل تربلنس لو جزء ده ده فهو معدي في جزء ده بعد المكان كده هيعدي الدنيا ده هيبدأ يخبط هيبدأ يخبط حصل تربلنس 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 ترجم على صوت 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 اللي هو البروي صوت اللي هو البروي صوت اللي هو البروي كيف تفرق بينهم بقى جدول ممكن تسمعه ممكن تحفظه أسف او ممكن تحفظه بس انا اللي كان يهمني تعرف فلع بينهم تعرف يعني ايه برويه تعرف يعني ايه هم انما الحاجات كلها حاجات عادية انت متوقع تايمينج الارتيريال برويه هذا حاجات بتحصل مع السيستول مع كل نبضة من نوضات القلبة تبدأ تسمع ايه ارتيريال برويه تبدأ تحس النبضة وطلع في اله خلينا نكمل الارتيريال برويه وفينيس هم كما قلت ذلك ما يهمنيش غال انت تعرف الفنع بين البرويه والهم وسبب واحد لكل واحد فيهم يعني ده بحصل مع البورتلاي برتينشرايس ماكيناوس خاين بحسها في الابيجاستريم الارتيريا البروية بحصل مع رينالارترستينوزيس وبحسه في الرينالانجل يعني ما ده مكان او ممكن تحس بقى الرينالانجل ده وراء واتفانة فين الرينالانجل بالضبط والحدود بتاعته او من قدام وان انشباف اندلاترالتولامبلكس يعني دول مش همحتاج من الطرف اكتر من كده ما بين اي حاجة ارتيريا اي حاجة فينس ده حاجات ثابتة انت عندك الارتيريا تحسه مع كل بلس او مع السيستول الى فينس حاجة كنتينوس الارتيريا هيبقى high-pitched الى فينس هيبقى low-pitched مع ان الارتيريا الانتينست بتاعته الى فريكنس تبقى اعلى فى بقى مثلا كده تسميها high-pitched على حسب فريكنسي نعم ده هيبقى كده مثلا كنتينوس والبيتش بتاعته ايه قليل كونو دايفرايم تتعرف السماعة دائما بقى لها جزء صغر و جزء كبير جزء كبير تسمى دايفرايم و جزء صغير تسمى كون بس يعني مش حاجة مهمة او انت كده بتسمع كله بناحية واحدة وتمشي الدنيا هو مع الانس باستائل الفينس هم انت بتاخد نفس الفينس يزيد فانت بتحس انه يزيد مع الانس باستائل عكس الارتيريا البروي الانس باستائل لان الضغط الارتيريا اعلى من ضغط الفين سيكون بتأثر اكثر من تغير الدغوط حوالي و دايفرايم و دي خلصنا و دايفرايم و الرب عرفنا الفرع بين الرب والاتصوات التي انا بسمعها دي بقى نقطة انا ممكن بحد من خلالها برضو يعني انا من فعتش باب البائش انا من فعش بركاش انا احدد الهيبات الميجل و السبين انهم يجلي في الطريقة كده برضو ساعات بتسال ممكن اعرف عن طريقة اسكالتيش ان انت عندك ان انت عندك هذا هو الريبس حيث انت تضع السماعة على الور تبدأ تعمل سكراتش من اول رائط اليك فوصة وتضع السماعة على الحد لو انت على العكس ستنال عن طريق سولد احسن كمان من الغازات فانت لو جيت لقيت الور الور هنا انت عندما تعمل سكراتش على الور هنا الصوت ستنال اكتر للسماء فتحس ان الصوت عالي لنخطم المناسب، لهذا هو العبد وهذا احسير خطم الشراء وسطع دقائق شراء جزاف الشراء بس ان تحدث هذه طريقة تعملها على البران لا يحتاج لديها بالتعديكم ا assumes هنا يسمى مسادة علي الحدث فورس هوفت كما تفعلنا إذا كانت صفت لن تشعرهم حتى إذا كانت صفت فسوفت لا تشعروا فورس هوفت فورس هوفت فنحن نفعله فنحن نفعله لطريقين إما عن طريق البركوشن إما عن طريق أوسكال تشعر سماعه على كوستان مارجن وخاربش بيدوها وفي خطوط متوازية صعيدة لأعلى صوت أم عالي فجأة وضع نقطة وتكمل حتى تجيب الأبر بوردر يعني سهل إن شاء الله ميلمالا سايتس هو نفس الكلام باديل ساين سأضع جنبه باديل ساين واليوترين سوفلية والفيتر هارت ساون مثل الفرقة ما بينهم وموضوع قبل كده وخلصان كده مش تفضل غير بعض الأسئلة هي أسباب الهيبات وميجي والرسبرين وميجي ليس موجود عندك في بوربوينت وممكن أن ننزلها لك فرائتين أو حاجة عشان هذا اللي تسهل في الكلينيكل لو أنت تنتحن كلينيكل بس شكرا كده كده خلصت المحاضرة التالتة وأتمنى تكونوا استفدتوا يعني ومع السلامة ومع السلامة